التعليم بتعلن مجموع الشهادة الاعدادية بيحسب بواقع 280 درجة امتحان الفصل الدراسي الاول لم تخصص له درجات اما المواد الغير مضافة للمجموع بتمتحن من المنزل وتنصيق الثانوي العام بيعتمد على درجة الطالب في الفصل الدراسي الثاني اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية من 280 درجة والمواد الغير مضافة للمجموع سوف يؤدي فيها الطالب الاختبار من المنزل قبل انطلاق الامتحانات الاساسية مشيرا الى ان المدريات التعليمية بدأت في وضع اسئلة الامتحانات استعدادا لانطلاق الاختبارات في يونيو المقبل كما تم البدء في وضع تصورات لجداول الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية من جانب المدريات ولكل مدرية جدول خاص بها مع الالتزام بالموعيد المحددة لاداء الطلاب للاختبارات واوضحت وزارة التربية والتعليم ان الطالب سوف يحاسب بواقع 280 درجة على امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط فالدرجة التي يحصل عليها الطالب في امتحان يونيو المقبل ستكون بمثابة درجة نهائية لتنسيق السنوي العام والتعليم الفني مشيرا الى ان الطالب لديه فرصة واحدة يجب عليه ان يستغلها بشكل جيد للحصول على درجات تؤهله للتنسيق السنوي العام اذا كان يرغب في دخوله واضافت وزارة التربية والتعليم ان امتحان الفصل الدراسي الاول المجمع الذي ادى فيه الطلاب امتحان جميع المواد في ورقة امتحان واحدة في شهر مارس الماضي لم يخصص له اي درجات وانما تم تقييم الطلاب اكتياس فقط ومن ثم بمجموع درجات الشهادة الاعدادية على امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط اشتركوا في القناة